مرحبا اخوان العزاء اليوم لدينا فعص جانيون المريض كان عمره 18 سنة كان يشكل من التهاب المجاري وايضا من التهاب القرون ذلك قمنا بعمل له بعد من الف عوصات اخرى وايضا هذا الفعص فعص جانيون كما ترون اخوان العزاء هناك وجود الباصل ها هي واضحة جدا بكل مكان طبعا نستطيع التقدير الباصل كفولفت لكن الاعتاء النتيجة هكذا بدون عمل التخفيف للعينة امر خاطئ تماما وذلك من المحتمل وجود خلايا اخرى تحت الباصل ولا يمكن رؤيتها الا بعمل تخفيف لذلك قمنا بعمل تخفيف للعينة وبعد تخفيف للعينة كان هناك وجود الخلايا البكتيرية البكتيريا سيلس وايضا كان وجود الميوكوس بكميات هائلة والقليل من الامورفوس لذلك قمنا بكتابة ما اذكره احلى وايضا قمنا بتوسية المريض لاخذ الاتوية المناسبة لهذه الحالة كما ظهر اماكم اخوان العزاء البيتبريم تاب 400 ملي جرام باي تو ياخد اليوم مرتان وايضا في العجيل تاب 500 ملي جرام باي 3 والاميكايسين امبول 500 ملي جرام باي تو موسيقى